بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم اعزاء التلاميذ في مدرستكم مدرسة عشتار الافتدائية الاهلية للصف الثاني الافتدائي معكم معلمة معدة الرياضيات سارة رافض حبايب الحلوين دائما نستذكر الارشادات الصحية للوقاية من فيروس كورونا نأخذ منها ارتدي الكمامة طوال الوقت ارتدي الكمامة طوال الوقت ابعد يدي عن وجهي ابعد يدي عن وجهي احرص على تعقيم ونظافة يدي احرص على تعقيم ونظافة يدي احرص على عدم مشاركة ادواتي مع اصدقائي احرص على عدم مشاركة ادواتي مع اصدقائي وان شاء الله تكونون بصحة وعافية حبايب الحلوين درسنا لهذا اليوم راح نأخذ درسنا الطرح مع عادة التسليل حتى العدد 999 درسنا لهذا اليوم حبايب الحلوين الطرح مع عادة التسمية حتى العدد 999 يعني راح لدينا ثلاث مراتب يعني لدينا ثلاث مراتب مرتبة الاحد ومرتبة العشرات ومرتبة المئات حبايب الحلوين نستذكر مفهوم الطرح ونأخذ علامة الطرح اي الناقص هي هذه علامة الطرح او الناقص هذه العلامة تسمى علامة الطرح اي الناقص وتكون عملية الطرح عكس عملية الجمع تكون عملية الطرح عكس عملية الجمع نشاهد في هذه الصورة مجموعة من التفاح في هذه الصورة لدينا مجموعة من التفاح كم عدد التفاح في هذه الصورة؟ كم عدد التفاح في هذه الصورة حبال بالحلوين؟ هيا بنا نعود عدد التفاح واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة إذن مجموعة عدد التفاح هو تسع هو تسع تفاحات إذن بما أن لدينا المجموع الكل هو تسع تفاحات إذن نريد أن نطرح إثنان نريد أن نطرح إثنان أي أن نقص إثنان أو نأكل إثنان إذن لدينا تسعة نقص إثنان تسعة نقص إثنان لدينا تسع تفاحات نأكل إثنان كم يتبقى من عدد التفواحات كم تبقى إذن 9 ناقص 2 كم يساوي يساوي 7 إذن عدد التفواحات اللي بقت هنا 7 إذن شنو صار نقص عدد التفواحات نقص عدد التفواح كان 9 أصبح 7 لدينا 9 تفواحات أكلنا 2 أكلنا تفواحتان كم بقية بقية 7 تفواحات إذن العدد نقص وهذا ما نقصد به عملية الطرح أي النقص حبائب الحلوين عندما أطرح موضوعنا لهذا اليوم عندما أطرح عددين كل منهما من ثلاث مراتب أطرح عددين عددين مش كونات من ثلاث مراتب أطرح الأحاد أولا ثم العشرات ثم المئات أطرح من الصغير لهو الأحاد إلى الكبير أحاد ثم العشرات ثم الكبير لهو المئات إنني أطرح أولا الأحاد ثم العشرات ثم المئات نأخذ مثال استعمل جدول القيمة المكانية لأجد ناتج الطرح راح نستخدم وتعرفنا أن هذا الجدول يتم جدول القيمة المكانية متكون من مرتبة الأحاد ومرتبة العشرات ومرتبة المئات إذن لدينا ثلاث مراتب متكون من عددين العدد الأول هو 312 ناقص 154 نطرح الأحاد مع الأحاد والعشرات مع العشرات والمئات مع المئات مثل ما تعلمنا نطرح الخطوة الأولى مرتبة الأحاد 2 ناقص 4 2 ناقص 4 هل يجوز أن نطرح 2 ناقص 4 مثل ما تعلمنا نستخدم أصابع اليد لدينا 2 هل يجوز أطرح منها 4 ولدينا 2 فقط لا يجوز أن أطرح منها 4 إذن بما أن العدد الأول هو إثنان أصغر من العدد الثاني أيضا في الأحاد بما أن العدد الأول أصغر من العدد الثاني الموجود في الأحاد ماذا نفعل نقوم سوف نأخذ من مرتبة العشرات سوف نأخذ من مرتبة العشرات واحد أي نأخذ عشرة واحدة فقط إذن لدينا هنا إثنان إذن هذه الإثنان تذهب صريقتها العشرات تأخذ من عدها إذن هذا الواحد يعطي للأحاد واحد يصبح صفر والإثنان تصبح إثنى عشر هي إثنان طيناها من مرتبة العشرات عشرة هي عشرة إثنى عشر وإثنان إثنى عشر إذن إثنى عشر ناقص أربع إثنى عشر ناقص أربع مثل ما تعلمنا راح نضم العدد الصغير أحسب من العدد الصغير اللي هو أربع إذن وراء الأربع شنو خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر إثنى عشر إذن نحسب من العدد الصغير إلى النص للعدد الكبير إذن وراء الأربع عشر ونحسب العدد اللي وراء الأربع اللي هو خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر إثنى عشر إثنى عشر إذن وصلت للإثنى عشر وأتوقف كم عدد حسابته وصلت للإثنى عشر ثماني إذن الناتج هو ثماني إثنى عشر ناقص أربعة يساوي 8 12 ناقص 4 يساوي 8 إذن الخطوة الثانية نطرح مرتبة العشرات 0 ناقص 5 0 ناقص 5 ميجوز نطرح الصغير من الكبير هو 0 ناقص 5 إذن نذهب إلى مرتبة المئات سوف نأخذ من مرتبة المئات سوف نأخذ 100 من مرتبة المئات كم لدينا في المئات لدينا ثلاثة إذن راح نعطي مية للعشرات إذن ثلاثة تصبح اثنان والصفر يصبح عشرة إذن عشرة ناقص خمسة عشرة أطرح منها خمسة يساوي خمسة والثلاثة تصبح اثنان الثلاثة أصبحت اثنان إذن اثنان ناقص واحد اثنان ناقص واحد يساوي واحد إذن الناتج هو مئة وثمانية وخمسون نأخذ مثال آخر لدينا جدول القيمة المكانية متكون من مرتبة الأحاد والعشرات والمئات لدينا العدد الأول هو أربعمائة وسبعة عشر ناقص مئتان وثمانية وثلاثون إذن نطرح الأحاد أولا الأحاد مع الأحاد سبعة ناقص ثمانية مثل ما تعلمنا نستخدم أصابع اليد لدينا سبعة هل يصير أطرح الصغير من الكبير؟ وان عندي فقط سبعة شون أطرح من ثمانية؟ إذن ما يصير؟ إذن سبعة ناقص ثمانية بما أن العدد الأول أصغر من العدد الثاني الموجود أيضا في الأحاد إذن سوف نذهب نأخذ من العشرات إذن سوف نأخذ من العشرات واحد هي واحد تصبح صفر والسبعة أمقناها عشر وهي أصبح السبعة عشر إذن سبعة عشر ناقص ثمانية سبعة عشر ناقص ثمانية سبعة عشر ناقص ثمانية مثل ما تعلمنا نحسب من الصغير من وراء الثمانية إلى أن نصل إلى السبعة عشر إذن وراء الثمانية عدد تسعة عشر أحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر سستة عشر سبعة عشر إذن كم عدد أوصل إلى السبعة عشر وأتوقف كم عدد حسابة وصل إلى السبعة عشر تسعة إذن الناتج هو تسعة إذن سبعة عشر ناقص ثمانية يساوي تسعة صفر ناقص ثلاثة صفر ناقص ثلاثة إذن ما يصير إذن راح نروح نأخذ من المئات سوف نأخذ من المئات كم لدينا في المئات؟ لدينا أربعة راح نأخذ منها مية تصبح ثلاثة والصفر أصبح عشرة إذن عشرة ناقص ثلاثة عشرة ناقص ثلاثة لدي عشرة أطرح منها ثلاثة كم يتبقى؟ سبعة إذن الناتج هو سبعة نذهب إلى مرتبة المئات ثلاثة ناقص اثنان يساوي واحد ثلاثة ناقص اثنان يساوي واحد إذن الناتج هو 179 الناتج 179 إذن نعيد سبعة ناقص ثمانية في الأحد ما يصير سبعة ناقص ثمانية ما يصير ما يفعل نطرح الصغير من الكبير إذن راح نذهب نأخذ من العشرات كم لدينا في العشرات عدنا واحد عدنا عشرة هاي العشرة نطيها للأحاد راح تأخذها العشرات هاي العشر واحد عشرات إذن يعني كم عدنا عشرة هاي العشرة راح تأخذها الأحاد إذن كم يتبقى بعشرات صفر إذن الأحاد هي عشرة وسبعة سبعة عشر أصبحت 17 ناقص 8 يساوي 9 أما العشرات أصبحت 0 0 ناقص 3 ما يصير إذن راح تذهب العشرات إلى مرتبة المئات إذن راح تأخذ من المئات كم لدينا في المئات؟ 400 هاي 4 راح نأخذ منها 100 راح نأخذ إذن تصبح 0 منطهناها 1 أصبحت 10 إذن 10 ناقص 3 يساوي 7 أما المئات هي أصبحت 3 ناقص 2 يساوي 1 نأخذ مثال أجد ناتج الطرح أجد ناتج الطرح لدينا 216 ناقص 47 مئتان وستة وعشر ناقص 47 نطرح الأحاد مع الأحاد والعشرات مع العشرات والمئات مع المئات إذن لدينا 6 ناقص 7 6 ناقص 7 بما أن العدد الأول أصغر من العدد الثاني أيضا بالأحاد أصغر إذن راح نأخذ من مرتبة العشرات نأخذ من مرتبة العشرات واحد أي نأخذ عشر واحد إذن 6 ناقص 700 إذن راح نروح نأخذ من مرتبة العشرات واحد الستة أصبح ستة عشر والواحد يصبح صفر هيا بالعشرات نطيناها عشر وهي 6 أصبح ستة عشر إذن الستة عشر ناقص 7 ستة عشر ناقص 7 مثل ما تعلمنا نحسب من وراء السبعة إلى أن نوصل إلى ستة عشر نحسب من العدد ليأتي بعد السبعة إلى أن نوصل إلى ستة عشر ونتوقف يلا نحسب كم عدد وراء السبعة 8 9 10 11 12 13 14 15 16 إذن آن وصل إلى ستة عشر ونتوقف نمتاز حوالي بالحلوين إذن ستة عشر ناقص 7 يساوي 9 يساوي 9 ستة عشر ناقص 7 يساوي 9 صفر ناقص 4 صفر ناقص 4 مثل ما تعلمنا العدد الأول الأصغر مما من العدد الأول أصغر من العدد الثاني ما يصير نطرح إذن يصير نطرح صفر ناقص 4 يصير نطرح الصغير من الكبير ما يصير إذن راح نذهب إلى مرتبة المئات سوف نأخذ من مرتبة المئات كم لدينا في المئات لدينا اثنان إذن الاثنان تصبح واحد والصفر نطيناها واحد أصبح عشر إذن عشرة ناقص 4 يساوي 6 عشرة لدينا عشرة نستخدم أصابع اليد عشرة ناقص 4 يساوي 6 والواحد في المئات والواحد في المئات اثنان ناقص 4 الثمانية 5 6 7 8 9 10 11 12 إذن وصلت الـ 12 وصلت الـ 12 وأتوقف وصلت للعدد السبعة وعشر وأتوقف إذن كم كم عدد حسابة وصلت السبعة وعشر 8 إذن السبعة وعشر ناقص 9 يساوي 8 4 ناقص 3 ناقص 3 4 أطرح من 3 كم يتبقى 1 إذن الناسج هو 188 الناسج 188 نأخذ مثال نفس الحال لدينا عددين متكون من ثلاث مراتب مرتبة الأحاد ومرتبة العشرات ومرتبة المئات مثل ما تعلمنا حبار بالحلوين نطرح الأحاد مع الأحاد والعشرات مع العشرات والمئات مع المئات إذن 5 ناقص 6 5 ناقص 6 بما أن العدد الأول أضغر من العدد الثاني في مرتبة الأحاد إذن رح نأخذ من العشرات سوف نذهب نأخذ من مرتبة العشرات إذن كم لدينا في العشرات لدينا ثلاثة رح تضطينا واحد للعرض أحاد إذن فصح خمسة عشر والثلاثة تصبح إثنان إذن خمسة عشر ناقص 6 خمسة عشر ناقص 6 كما تعلمنا حبار بالحلوين نحسب من ورد 6 إلى أن نوصل إلى خمسة عشر إذن ورد 6 عدد 7 8 9 10 11 12 13 14 15 إذن وصلت للخمسة عشر وأتوقف إذن كم عدد حسابة وصلت للخمسة عشر 9 إذن خمسة عشر ناقص 6 يساوي منتاز حبار بالحلوين يساوي 9 إذن خمسة عشر ناقص 6 يساوي 9 إذن نذهب لمرتبة العشرات 2 ناقص 6 2 ناقص 6 يساوي ناقص 6 من 6 ما يصر إذن نذهب إلى مرتبة المئات نأخذ من مرتبة المئات هذا ما نسميه بإعادة التسميم إذن 4 رح تبطيها 1 تصبح 3 والإثنان تصبح 12 إذن 12 ناقص 6 12 ناقص 6 إذن رح أحسب من الصغير إلى أن نوصل إلى الكبير شن العدد اللي وراء 6 7 8 9 10 11 12 وصلت للـ 12 وأتوقف إذن كم يساوي يساوي 6 إذن 12 ناقص 6 يساوي 6 3 ناقص 1 يساوي 2 3 ناقص 1 يساوي 2 إذن الناتج هو 269 الناتج هو 269 نأخذ مثال آخر لدينا العدد لدينا العدد الأول 804 804 ناقص 357 نطرح الأحاد مع الأحاد والعشرات مع العشرات والمئات مع المئات إذن الخطوة الأولى أطرح الأحاد مع الأحاد 4 ناقص 7 يصير أطرح الصغير من الكبير لا يجوز نطرح الصغير من الكبير إذن سوف نأخذ من العشرات إذن 4 ناقص 7 نصر إذن هذه الأربعة رح تذهب إلى صديقتها العشرات تأخذ منها هنا نجد عشرات عدنة ما عدها هي الصفر إذن هذه العشرات سوف تذهب إلى مرتبة المئات ننتبه حوال بالحلوين هذه الأربعة ذهبت إلى صديقتها العشرات هذه الأربعة تذهب إلى صديقتها العشرات نعم نجد عدنة العشرات صفر إذن شون ما رح نقدر نأخذ من العشرات في الصفر إذن رح نذهب إلى المئات نذهب إلى مرتبة المئات المرتبة الكبيرة إذن كم لدينا في المئات لدينا ثمانة إذن الثمانة كم تصبح تصبح سبعة إذن هاي الثمانية راح تنطي واحد للعشرات تصبح عشرة هي صفر ونطيتها واحد أصبحت عشرة تمام وللأربعة راح إذن هست العشرات أصبحت عشرة العشرات من راحة ذهبت للمئات ونطيتها عشرة إذن والأربعة راح تذهب للعشرات العشرات جد صارت العشرات صارت عشرة إذن العشرات رح تطي 1 للأحال عشرات رح تطي 1 للأحال إذن هي عشرة تنطيها 1 تصبح 9 والأربعة بالأحال أصبح 14 هي بالعشرات فتها 1 فتها 10 وأربعة أربعة وعشر إذن 14 ناقص 7 14 ناقص 7 إذن نحسد من وراء السبعة إذن أن نوصل للأربعة وعشر إذن وراء السبعة عدد 8 9 10 11 12 13 14 إذن وصلنا للعدد 14 ونتوقف كون عدد حتما وصلنا للأربعة وعشر سبعة إذن 14 ناقص 7 يساوي 7 ها في مرتبة الأحال نذهب للمرتبة العشرات العفو اللي هي أصبحت 9 9 ناقص 5 9 أطرح منها 5 يساوي أربعة نذهب للمئات 7 ناقص 3 7 ناقص 3 7 أطرح منها 3 يساوي أربعة إذن الناتج هو أربعة ومئة وسبعة وأربعون الناتج هو أربعة ومئة وسبعة وأربعون نأخذ مثال آخر بجدول القيمة المكانية هذا الجدول يسمى جدول القيمة المكانية يتكون من أحاد وعشرات ومئات لدينا نطرح الأحاد مع الأحاد واحد ناقص 7 هل يجوز نطرح الصغير من الكبير؟ لا يجوز النطرح الصغير من الكبير إذن سوف تذهب مرتبة الأحاد لأخذ من العشرات سوف تأخذ عشرة واحدة فقط إذن لدينا أربعة عشرة سوف تبطينا عشرة في مرتبة الأحاد تصبح ثلاثة والأحاد تصبح 11 11 10 1 11 إذن 11 ناقص 7 11 ناقص 7 نحذر مثل ما تعلمنا من وراء السبعة إلى أن نوصل 11 8 9 10 11 10 إذن وصلت إلى 11 وأتوقف كم عدد حسابة وصلت إلى 11 4 إذن 11 ناقص 7 يساوي 4 إذن في مرتبة الأحاد 11 ناقص 7 يساوي 4 نذهب إلى العشرات اللي هي 3 ناقص 5 أصبحت 3 ناقص 5 هل يجوز أن نطرح الصغير من الكبير؟ لا يجوز إذن سوف تذهب العشرات تأخذ من المرتبة المئات سوف تذهب العشرات إلى صديقتها المئات تأخذ من صديقتها المئات إذن كم لدينا في المئات؟ لدينا 3 لدينا 3 مئات سوف تنطين للعشرات إذن سوف تصبح 2% 1 3 صارت أصبح 13 في العشرات 13 إذن 13 ناقص 5 13 ناقص 5 نحسب مثل ما تعلمنا من وراء الخمسة إلى أن نوصل إلى 13 نحسب 6 7 8 9 10 11 12 13 إذن كم عدد حسابة وصلت إلى 13؟ ممتاز 8 إذن 13 ناقص 5 يساوي 8 نذهب إلى مرتبة المئات 2 2 ناقص 2 2 ناقص 2 يساوي 0 2 ناقص 2 يساوي 0 نأخذ مثال آخر نفس الحال لدينا جدول القيمة المطانية نطرح الأحاد مع الأحاد والعشرات مع العشرات والمئات مع المئات إذن 5 ناقص 7 هل يجوز أن نطرح الصغير من الكبير بما أن العدد الأول في الأحاد أصغر من العدد الثاني الموجود أيضا في الأحاد إذن سوف نأخذ من العشرات سوف نأخذ من العشرات واحد فقط إذن سوف ننهب إنها هي ثلاثة تفضح 2 لدينا ثلاثة بالعشرات نأخذ منها واحد هي ثلاثة وقلنا نوعج قطرة إثناء والأحاد خمسة أصبحت خمسة عشر هي عشرة بثن عشرة وخمسة خمسة عشر إذن خمسة عشر ناقص 7 خمسة عشر ناقص 7 نحسب من وراء السبعة إلى أن نوصل للخمسة عشر وراء السبعة ثمانية تسعة عشر أحدى عشر إثناء عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر إذن وصلنا إلى خمسة عشر نتوقف خمسة عشر ناقص 7 يساوي ثمانية نذهب العشرات إثنان ناقص 6 إثنان ناقص 6 ما يصير نطرح الصغير من الكبير إذن سوف نذهب إلى مرتبة المئات سوف نذهب إلى مرتبة المئات سوف تذهب مرتبة العشرات إلى مرتبة المئات كم لدينا في المئات 6 تعطينا 1 تصبح خمسة والعشرات تصبح 12 إذن 12 ناقص 6 يساوي 6 والمئات خمسة ناقص 1 يساوي 4 إذن الناتج هو 468 468 نأخذ مثال آخر لدينا 8 ناقص 9 ما يصير نطرح الصغير من الكبير نذهب إلى مرتبة العشرات 4 4 تصبح 3 والثمانية والثمانية تصبح ثمانية وتعuelle نأخذنا verf أنا أخذنا أخذنا أرّف عشرات لدينا هي أربع عشرات تصببتنا عشرات والثمانية ثمانية ثمانية عشر إذن ثمانية عشر ناقص 9 ثمانية عشر ناقص 9 يساوي 9 نذهب إلى العشرات 3 ناقص 7 3 ناقص 7 مرتبة منه نطرح الصغير من الكبير إذن سوف تذهب العشرات إلى صديقتها المئات كم لدينا في المئات؟ ثماني إذن سوف تعطل العشرات إذن سوف تصبح ثماني تصبح سبعة والعشرات تصبح ثلاثة عشر إذن ثلاثة عشر ناقل سبعة ثلاثة عشر ناقل سبعة يساوي ستة سبعة ناقل ثلاثة يساوي سبعة أطرح منها ثلاثة يساوي أربعة إذن الناتج هو 469 حبايب الحلوين أحل مسألة لدينا مسألة قام خباز بعمل 330 رغيف خبز عمل 330 رغيف خبز باع منها 85 رغيف كم رغيف بقي معه؟ يعني المجموعة لكله عقام خباز بعمل 330 رغيف إذن نتجه 330 رغيف باع منها 85 رغيف باع كم؟ 85 رغيف بما أن كلمة لدينا كلمة باع إذن شنو؟ يعني نقص يعني نقص يعني طرح هو كم عندنا؟ عندنا 330 هذا كله المجموعة لكله إليه 330 رغيف باع منها 85 يعني طرح نقص من 335 إذن رح نطرح 330 ناقص 85 إذن مثل ما تعلمنا نقص كم رغيف بقي معه؟ إذن رح نطرح 330 ناقص 85 على مود نعرف كم رغيف بقي معه؟ إذن صفر ناقص خمسة صفر ناقص خمسة إذن بما أن لدينا العدد الأول أصغر من العدد الثاني إذن سوف نطرح العدد الصغير من العدد الكبير إذن نذهب إلى مرتبة العشرات نذهب إلى مرتبة العشرات نأخذ منها عشرة واحد إذن هنا لدينا ثلاثة عشرات ننطي عشرة للصفر يصبح عشرة وثلاثة تصبح اثنان إذن عشرة ناقص خمسة يساوي خمسة واثنان ناقص ثمانية مثل نطرح الصغير من الكبير هو اثنان ناقص ثمانية إذن نذهب إلى المئات إذن سوف نأخذ من المئات واحد إذن المئات تصبح اثنان والاثنان في العشرات تصبح اثنى عشرة إذن اثنى عشر ناقص ثمانية اثنى عشر ناقص ثمانية يساوي أربعة والاثنان في المئات تنزل اثنان إذن الناتج هو مئتان وخمسة واربعون إذن بقي كم رغيف بقي معه مئتان وخمسة واربعون رغيف بقي معه تمام حظائب الحلوين حظائب الحلوين الواجب البيتي حل تمارين في الكتاب النشاط صفحة ثلاثة وثلاثون إذن لدينا واجب بيتي هو حل تمارين في الكتاب النشاط صفحة ثلاثة وثلاثون إلى هنا أعزاء التلاميذ انتهى درسنا لهذا اليوم مع السلامة أحبائي انتظروني في دروس أخرى